أكثر من ألف وافد داخل هذا المركز بعاصمة ولاية الجزيرة ودمدن من بينهم ثلاثمائة طفل هجروا بيوتهم والدفء الذي فيها إلى الولاية الأقرب جغرافيا التي شكلت لجنة رسمية معنية بشؤون الوافدين توثق الشراكات لاستقرارهم عدد كبير جدا من المنظمات المحلية والعالمية ساهمت بمساهمات فاعلة وكبيرة جدا مما أدى إلى استغرار المد الغزائي لهذه المراكز وما زال هذا الامداد مستمر حتى هذه اللحظة مغادرات ومنظمات تحاول بذل كل ما في وسعها لإقرار ما يؤمن العيش الكريم للوافدين الذين تركوا كل شيء هناك والحال يغني عن السؤال عكفت المنظمات الوطنية على تقديم برامج تنمية قدرات الأطفال بالتعاون مع الشباب والشابات الموجودين داخل المعسكر فيهم خرجين جامعات وفيهم أساذين للرياض أتوا من نازحين مولاد الخرطوم فعملت المنظمة عموما على تدريبهم وتاهيلهم وقيادزهم لبرامج الأطفال ومرنامج يسيروا على قدم وساق وتبقى المناشدات قائمة لحين استكمال المطلوبات الملحة التي تعد أساسا للحياة لو في حاجة أننا معونة يسعد بها يعني الرجال اللي قاعدة هنا في البيوت ما عندها شغلة تدريهم دخل أن يستثمر براهم ويشتغلوا بأنني يعملوا الحاجة هذه ونشوفين طريقة التعليم برضو بناشد لجهات المقصة أنها تحاولوا في الليلة الاحتياجات البسيطة تلبي احتياجات النازحين الموجودين ويتعظم الدور الشعبي الإنساني لإسناد الرسمي عبر المبادرات والمشروعات في مثل هذه الأزمات حتى تنجلي سحابتها مع انتشار مراكز الإيوائي بولاية الجزيرة تبقى الحاجة الملحة إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرسمية والشعبية والتطوعية لانسياب الخدمات الأساسية المتمثلة في الجوانب الإيوائية والغذائية والصحية لفائدة الوافدين الذين أجبرتهم ظروف الحرب على ترك بيوتهم طارق بابكر قناة الغد ولاية الجزيرة